السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر ديزاد اليوم الحصة تعناه إن شاهدوا إن شاهدنا كيفاش إبراهيمي يغضب بالماضي لسبب تعود عليه الجزائريين المهم إن أقولوا بالإبراهيمي يبقى اللعاب لعنده مستوى كبير إبراهيمي اللي نحتاجوه في هذا الدورة نحتاجوه بزيب في هذا الدورة إبراهيمي اللي غادي نصيبوه في هذا الدورة هو أدب والناس هذو اللعابين اللي غادي نصيبوهم غادي نصيبوهم بالفرديات التاحهم فرديات غادي نصيبوهم بزيب واختار الناخب الوطني الجزائري جماب الماضي مواجم ياسيم إبراهيمي اللي يكون قائد المنتخب الوطني الجزائري وإقحامه أساسي في مباراة غانا الودية بعد أن أعاده إلى قائمة كتيبة الخض تحسبا لمشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2022 ومنح المدرب الخض جامب الماضي ياسين إبراهيمي دور صانع لعب المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب غانا بعد أن إقحامه في وسط الميدان واعتماد على يوسف ليلي مهاجم أيصر وهو منصب المفضل للعاب نادي رايان القطر ويبدو أن إبراهيمي لم يقدر بعد على التخلص نهائيا من عادته التي يراها الكثير من الجزائريين سيئة في طريقة اللعب محارب الصحراء وهي الاحتفاظه زائد بالكرة خاصة في الهجمات المرتدة أنا اشته في الهجمات المرتدة مع نورمال في الهجمات المرتدة أشتوين محارب وإبراهيمي في الكثير من المرات لكن الله غالب شغلتك أن الناس قاعد داو يعني الداو نظرة بالإبراهيمي شد البولة غي يكذبها أبراهيمي شد البولة أبراهيمي تريبلي بالزاب حتى شعرنا الناس من ميسي يتريبلي ربعة وميسي شادار يقول لك هوا ميسي شادار ينخلعوا ينخلعوا إبراهيمي يتريبلي تريبلي تليزا ولا وشد البولة يدور بها آآ ميسي شادار أبراهيمي شادار كريستيان وها أكذب هدها جريا إبراهيمي يتريبلي واحد زوج يقاود يدور بها آآ براهيمي شد البولة هذا ما يعرف خاتش على راحت فيه تيكي تعيشد البولة الحفاظ بالكورة يا يا سي محمد الحفاظ بالكورة باش تكذب البولة عندك وأصعب شيء في كورة القادمة هي المراوغة هي المراوغة أكتشوف أدم الوناس كيباش تريبلي أكتشوف أدم الوناس كيباش تريبلي لازم تكون عندك أصعب شيء في كورة القادمة هي المراوغة كيباش تإليميني جوار كيباش تإليمينيها سي محمد كيباش تكمل مع جوار وفي بعض الأحيان الحفاظ بالكورة أحسن للمنتخب كيما نهار ضربة عن ميكسيك إحنا يا نلعبوا آديس آيوه يجي واحد يقول لك شد البولة واي شد البولة بسع شادر بيها شد البولة أنت يشد لك ماذا به يجي لك البولة يكتل لك دقيقة نص دقيقة ويمطي عند البولة يكتل لك نص دقيقة ويمطي عنده يكتل لك دقيقة نص دقيقة تريبلا قاعد ميكسيك كابلا قاعد يمركيها ضربت في البارة وفي سياق ظهور ويقوم اللعاب المنتخب الخضر إبراهيمي في كثير من المرات بيجعل اللعب باطئ في حين تحتاج الهجمات المعاكسة إلى السرعة كبيرة في نقل الكرة بدقة حسب رأي كثير من التقنيين يودي هذا التقنيين ما يبوش ما يبوش إبراهيمي ما عليش إبراهيمي يروح يقعد له بلاسة وما تخافوش ويقوم اللعاب المنتخب الوطني جزائي إبراهيمي في كثير من المرات بيجعل اللعب باطئ في حين تحتاج طعا منها تحتاج منها تحتاج إحنا شهدنا بونجاح ماراشي ماركي إيقال لك الله بونجاح يعيي الديفونسيرا أنا خاصني بونجاحي ماركي ثاني خاصنا بونجاحي ماركي ثاني نحتاج بونجاحي ماركي ما يعييج لنخسر وهو را يجري في الديفونسيرا واحنا نخسرو كي داير هذه هذه الجهة للشابة القيصة برد فتونا نعمره فيك وهو يقول لعيف الديفنسير وفي زياق ظهر المدرب الوطني جماع بالماضي يسرخ بشدة على قائد كتيبة كتيبة الفريق الوطني قائد فريق إبراهيمي مع بداية شوت الثاني بسبب احتفاظه الزائد بالكرة وفي بعض الأحيان ولو أنه لم يحتفظ بها كثيرا كعادته مثل ما ظهر عليه في منافسات مونديال العرب الماضي بالماضي من النات تبدأ تبدأ البرطية هو يثقع الجوارة مش يغي على إبراهيمي في قام المباراة شوت الثاني وينصورتولي للعب من جهتها ذلك عطاليش يهب لها يهب لها جميعهم قاموا بأننا تبدأ المباراة ثم اشتو بالماضي يقعد اشتو ما يقعد شي ما يقعد شي يزكيق على جواره اذو الناس يحوسوا كيفاس دايما لازم ابراهيمي لعاب فاشل لازم دايما ابراهيمي لعاب فاشل وشاهدنا ابراهيمي العودة التعوين كان مساهم كثيرا في جلب كأس العربية لجزائر وانطلب ابرا مدرب لاعبه ياسيم ابراهيمي بعدم الاحتفاظ بالكورة كثيرا واعتماد على اللعب المباشر خاصة وانه كان صانع اللعب المنتخب الوطني الجزائري امام منتخب غانا ما يحتم عليه السرعة في نقل الكورة الى الامام وبعد شاهدناك بالسراخ الشديد على النجم نادي رايان القطري لم يتأخر كثيرا في استبداله بمواطنه فاريد بولايا مطلع الدقيقة الواحد وسبعين من زمن المباراة ويبدو ان بولايا استوعب جيدا سبب الصراخ بالماضي على ابراهيمي واظهر الالتزام كبير في لعبه باللمسة واحدة ولم يكثر من المروغات وكان له الفضل في استعادة المنتخب الجزائري انتعاشه الهجومي ما جعل منتخب غانا انتلقى هدفين وفاز المنتخب الجزائري بثلاث أهداف نظيفة أمام غانا حلال مهم وانهذا تعال خلال شنحتاجه قال لا شو لعاب اللي راه 28 لعاب اللي راه الديها قال نحتاجه تعال�ي قال نحتاجهم التعاليقات دعوا اللعاب أنا نعرف ناس في الليفاب ACH دعوا اللعاب آنه كما يقولك يجبني اللعب cheap emperor بمناقش نعرف كورة قادمة وكيلي مسكي الله غالب تبع يتبع قيلي الله غالب يتبع الغنيا ليبغيها الشعب يسمع ابراهيم يشد البولة كيما نهار الضربة عن بولحي كونت زي بابوي بولحي كيوالو طيقو ذيك الهدرة في الفيسبوك وإحنا نعارفوش كونهو متاع الفيسبوك نعارفوهم مليح نعارفوهم مليح براه بولحي يتسبب بنا بولحي ويتخرجو مساكن يخرجو ذوك تبع يع Rawan يكما صاو نبلحي مبلحي بالبادة عاودة يتسبب ولحي كلها يليح عاودة مبلحي مبلحي ما يضحكش مبلحي يتكم مبلحي من او مبلحي يا مبلحيا او مبلحي ا veure من الملحان كما يضحكش كيوالو وأنتوا ليون ذهم روحكم أو ذهم روحكم أني لا يتح länger ولا يملك ال performers اليوم نقولي بولي المنتخب الوطني عنده أرمادة من لعابين فنانين فنانين في كرة القدم الفن وغالي تشوفوا بإبراهيمي تشوفوا بإبراهيمي وين ينقذكم وتولوا قاع إبراهيمي والله إبراهيمي للعب حاجة كبيرة إبراهيمي كما قلنا لكم آدم والناس فانيك الله العظيم لك الحصان الأسود إن شاء الله بربي آدم والناس والحصان الأسود هذا كل شيء يجي في وقته بلا ما نتقلقه ما نتقلقه كل شيء يجي في وقته جلال يتلعب بولا وإبراهيمي يلعب بولا في غول يلعب بولا محرز يلعب بولا ما عليش يقول ما تيلور ما عليش بصحي يلعب بولا هذه هي الناس يجي ماشي عارف جده عكيد عيلي يشوف نيمار يتريب يخرج جد لقاك نيمار شادر وإبراهيمي لا تشوفه شادر إبراهيمي كيف تشد البولا يا أكي ما تقول لنا يشد البولا ونيمار تشاهدار يقول لك تريبلا ربحا نيمار شود جاء مهود بيها قاود ردها تريبلا كل الدم إبراهيمي لا يقول لك ويقول لك بلي كان يزقي عليه ملخف يصيبوا شاهد صورة هاي عوب خايفوا لي يغترو أبراهيمي أبراهيمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر